يعني كما تعلم قسيس أنه سفر أعمال الرسول بركز على عمل الروح القدس والشيء الجميل أنه في كل مرة فيه امتلاء في عمل يعني امتلأوا من الروح القدس كانوا بيشهدوا امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة كان يجاهروا ما فيش خوف ولكن عندما نصل استفانوس مكتوب عنه كان مملوء من الروح القدس والإيمان ولكن رجع امتلأ في هذا الحدث وهنا عم بجروا لخارج المدينة عم بجروا امتلأ من الروح القدس وكأنه يعني هم عم بيعملوا فيه الشر والحقد والقتل وبينما السماء عندها فكر تاني وموضوع الرجم موضوع صعب جدا يعني بيربطوا الشخص بأيدي من وراء ظهره وبيرموه من سفح عدة أمطار على الأرض وتعارف في المنطقة هناك أورشالين منطقة صخرية عادة من بس مجرد السقوط ممكن راسه إلى آخره وأول واحد بيجيب أكبر حجر من فوق يعني بيدرب يعني كأنه تارجت يعني في الإنجليزي بيقوله سيتنج داكس يعني عم بيوكل الضرب وكأنه الحجارة مش مقترة عليه كل اللي شايفه شايف يسوع وشايف الغفران واحد من الأماكن المحببة لما بفوت على القدس القديمة عند بركة بيت حزدة هناك البوابة اسمها بوابة الأصباط ولكن المسيحيين بسموها بوابة استفانوس فبتتذكر الحدث قوة الغفران في وقت الموت في وقت الرجم في وقت الإساءة هذا الطلب عمل روحي عميق جدا جدا بس بأباركة مزهلة لأنه إعلان عن عظمة إلهنا وعمل فينا وعمل روح كرس فينا لأنه إنسانيا دا ما ينفعش وطبعا في كل حدث مثل ما شفنا مع حسكيال إنه الله عنده أهداف متعددة أيها الكنيسة تشتتت وابتدأت الخدمة تطلع من أورشاليم وصلت السامرة وصلت مناطق عديدة بسبب يعني والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة مجدا للرب الرب عظيم بيحول اللعنة لبركة أمين وبيستخدم كل الأحداث اللي بنعبر بيها لمجده ولأمور عظيمة مرات في اللحظاتها ما نشوفش دوت لكن بعد شوية نكتشف إزاي إنه هو عنده طرق كتيرة وأمور عظيمة كتيرة والمشهد اللي يبدو ضد يكون للمجد والبركة ويكون فعلا سبب انطلاقة لناس كتيرة أنا بتشجع بالمشهد دا قوي بحس إنه إنفتاح السماء وإنسكاب روحي كرس باخد قوة لمواجهة الأوقات الصعبة في الحياة يا جيف حدك خيالت المشهد بيجرجره مشهد صعب ربطينه من إيديه من وراء وشدينه بيجرجره فيه وعارف هيحصل إمعي تخيل الصورة يبدو ضعيف لكن الحقيقة هو ما كانش ضعيف هو طبعا تاريخيا الممنوع يقتلوا لأنه لازم يكون موافقة من الوالي الروماني بس الوالي كان موجود في الوقت الحالي في السورية هاي من ناحية تاريخية فهن استغلوا الفرصة عوزين يتخلصوا منه ليه لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة اللي كانت في استفانوس فالقوة هنا في أوقات ضعفنا وأزمتنا إحنا كنا بنعدي بأزمات مع اختلاف شكلها وممكن يكون اللي بيعدي بأزمة مش اضطهاد زي كده زي استفانوس وربما حد بيضطهاد لأجل إيمانه وبيعاني لأجل إيمانه المشهد ده يشجعه جدا ويقوده أنه يتشجع رغم الموقع الوقت الصعب ده في قوة من الرب في نعمة من الرب أنه يقدر يحتمل ويعبر ويكمل ويقف صامدا في إيمانه ففعلا الرب بيدي قوة وتنفتح السماء للمتهضين للمتألمين اللي بيعدوا بوقت صعب ليستقبلوا قوة من الرب للصمود والاستمرار في إيمانهم وأنه يشهدوا عن الرب في الأوقات الصعبة ده اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر